ثم يخبرنا الله تعالى عن يوم عظيم هو يوم القيامة يوم الجزاء والحساب وذوق العذاب بما كنتم تكفرون واذكر يا محمد يوما طبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل الكفر واذكر يوما طبيض وجوه أهل الطاعة وتسود وجوه أهل المعصية واذكر يوما طبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والفرق الضالة واذكر يوما طبيض وجوه الذين آمنوا بالله ورسوله وتسود وجوه الذين كذبوا بالله ورسوله واذكر يوما طبيض وجوه الذين اعتصموا بحبل الله وتسود وجوه الذين تفرقوا واختلفوا ورغم أن البياض والسواد لسائر الجسد إلا أن الله عز وجل اختص الوجه في الآية الكريمة فلماذا؟ وذلك لأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان واختلف في وقت بياض وسواد الوجوه فقيل هو وقت البعث من الكبور وقيل بل هو وقت قراءة الصحف والله أعلم ولكن هل بياض الوجوه وسوادها على الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ قال جمهور العلماء بياض الوجوه وسوادها في الآية الكريمة على الحقيقة ويرى فريق آخر من العلماء أن بياض الوجوه هنا المراد منه الفرح والسرور وإشراك الوجه وسواد الوجوه المراد منه الحزن والغم والكآبة وهذا أقرب بما نقول لمن أسعدنا بيض الله وجهك وكذلك حين نقول لأبنائنا المتفوقين انت بيضت وشي فالمراد هنا ببياض الوجه السرور والفرح والسعادة وهناك شبه أفارها بعض الضالين قالوا أن قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فيه عنصرية ضد اللون الأسود وهذه دعوة سخيفة وباطلة فهل تقصد بالعنصرية العنصرية التي استعملها المستعمرون في قتل الهنود الحمر في أمريكا أم هل تقصد العنصرية التي انتهجها الأوروبيون مع الدول الإفريقية فاستولوا على خيراتها واستعبدوا رجالها ربما تقصد العنصرية مثل التي في تلك الصورة وربما في تلك الصورة عن أي عنصرية تتحدث هل تقصد العنصرية التي رفعت من قدر وشأن سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه أم تقصد العنصرية في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربما تقصد العنصرية في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فساذب من يريد تطبيق قوانين الدنيا على يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وفي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فأما الذين سودت وجوههم فيقال لهم توبيخا وتقريعا أكفرتم بعد إيمانكم كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فلا يليق بكم إلا النار ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار نسأل الله السلامة جزاكم الله خيرا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين سودت وجوههم فأما الذين سودت وجوههم فأما الذين سودت وجوههم